السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جالي اميل من قلم.ai وهذا موقع ذكاة سمعي قال لي ان انت تقدر تجرب الخصائص بتاعت قلم اللي هي مدفوعة بفلوس لمدة 3 ايام طيب تعالنا نبص على الموقع زي ما تشايف الموقع فيه شوية امكانيات حلوة زي مثلا مضاكت لغوي قالي فيه مضاكت بشري واحد متخصص هيراجع عليها فيه مثلا اللي هو بيمسح الصور ويطلع منها النصوص فيه كاشف الاجتباسات وممكن تسطب ادنس يساعدك في الحاجات دي كمصافح جذر كروم او مستندات جوجل او شرح جوجل او برنامج الورد او برنامج الاوتلوك فده بيساعدك ان تأكد ان الايميل اللي هتبعته او المقالة تكتبها خلي من الاخطاق خلي بقى انت ممكن تكتب بحث وتبعته الجهة والجهة قبل ما بتستقبل حاجة يعني اول ما تجلها بتعدى على برنامج فبيقولها والله ان فيه اخطاق كثيرة ما ينفعش نحن نبص عليها اصلا فاترفضت من قبل ما حد يبص عليها وشوف هاليا قوية ولا لا وده بيحصل كثير يعني بسبب الاخطاق الاملائية ممكن يقولك رجل مش مهتم من انه يكتب حاجة كويسة الموقع موجود بالعربي وموجود بالانجليزي طيب الموقع مثلا المضاكك اللغة والقالية تبدأ تكتب له نصوص ولو في اي حاجة يبدأ انه وصل لحلوك مثلا ده مستنى الجديد ممكن اقوله بقى انا عايز مستنى الجديد او ترفع ملف وورد من عندك ويبدأ شوفه مثلا هنكتب ايه جمهورية مصر العربية تمام هو يبدأ ينتبه خلي بقى انه يدي لون كده ان فيه حاجة هنا غلط ماشي طيب خلينا نشوفه اه العربية هنا تذكيق الايات القرآن الكريم هنا تحط تشكيل او تصير تشكيل يعني ممكن تيجي هنا تقوله ايه تشكل لي فيبدأ يعمل لك التشكيل بتاع الجملة اللي انت كتبها تمام عندك الطاقة املائية تذكيق ناحة والسياغة تذكاقة اخرى زي ما انت عايز كشف الاكتباسات لو فيه جملة موجودة من مكان تاني يبدأ انه ينبهك عليها تمام طيب بنرجع للمستندات ندرجع النهاردة تمام طيب تدربة تدربة تقول له مثلا ايه مaccord إلى سيادة المدير العام تضحية طيبة بص في افتغاط املائية متعمدة ماشي؟ إلى سيادة طيبة كلها حاجات متعمدة او لو هي بشخاطة تقدر تقول له دفالي للقمص طيب زبط الاسلوب بيقول لك بقى ان الليبناط هيبدأ شوفها مثلا لانت قياسي ولا مصري يعني الستاندرد العادي لقطع اللغة العربية ولا برضو عايزها انت بتكتب مثلا حاجة كاجول غير رسمي مينفع معها اللغة المصرية اختيارات متقدمة تصحيح اسام الاشخاص وهو من ضمن المواقع بتاعت الزقل سماعي الجميل انها بالعربي خلينا نجي هنا ده الحساب بتاعي تقدر ترفع ملفات او ترفع صور ويبدأ يشوف لك الصور مسح النصوص تقدر تضيف في المواقع اللي انت عايز سواء جي بي جي هو انا بيشوف للمواقع تلك ما هو الاصل بتاعه جي بي جي او جي بي جي او بي اني جي او بي دي اف بحد اقصى اربعة وفنسين صفحة ده جميل جدا لو عندك كتاب مكتوب وتعمل له سكان تقدر انه يشوف نموذك تقوم بتحفظه على سريع المعلومات تقدر تقول له اعملي اديت تمام وتقدر انه تعمله تعديل بحيث ان انت اي تغير فيه موقع جميل واتمنى ان شاء الله ان هو هيعجبكو ولو تعرف اي موقع عربي مفيد كويس ياريت تكتبهونا في الكومنتات